لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة صالح بركان التلميذ من بلدية ميسكيانا بولاية ام البواقي توقف عن مزولة دراسته اذ تراريا والسبب وضعه الصحي جراء ما تخرجه العين من جسم غريب في حالة نادرة هنا اشقي قرامي يستعيد لنزعي واستخراج قطعة ورق من تحت العين اليمنى لصالح فبعد ظهور انتفاخ على مستوى الجزء السفلي للعين سيحدث ما لا يصدقه العقل كاميرا النهار تنفرد بتصوير المشهد اجرياء اه 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 ومع مرور الوقت أصبحت الحالة النادرة بمعدل مرة واحدة في اليوم وكأن ورما أصاب محجر العين حيث يشعر التلميذ صالح بألم شديد أثناء حركة استخراج الجسم الورقي كانت تخرج في يوم من سمانة لسمانة كانت تخرج كل يوم وكانت تخرج لي بالزوز وكيدوخت وانو طحت منه بعد كرح تسبيتار غسلولي بالسيروم فالطك وخرجوا الورقي ومن ثم بدأت تخرج لي ومن ثم بدأت تخرج لي ومن ثم بدأت تخرج إذا يتحلوا السكر يدوخ اليوم موقف من القرية وقفهم القرية ما عنده أجد مسهرين مقرس لأنني يحاول السرق اليوم يحاول السلام مو عينة كيسل يعيني كان سطباب كيسراقي مليح باش يرتاح لولدي ويرجع القرية لأنني يسوفرت معه هنا بمنزل عائلة بركان في بلدية ميسكيانة بولاية أم البواقي الحالة الغريبة تستمر لتبقى الاستغاثة في انتظار المغيف وإلى حين متى يعود التلميذ صالح إلى حالته الطبيعية لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر